أول سؤال وصلنا بيقول ما الذي علي فعله لو تزواجت امرأة عن طريق ترشيح الأهل وبعد زواج عامين اكتشفت أن هي كانت على علاقة مع شخص قبلي ووقع بينهم خلوة بأحدى الشواء مع العلم أنه عند المواجهة أنكرت هذا الفعل وأحد أقاربها يؤكد الفعل هل أطلقها؟ لا تحقل شوية يا حبيبي وتتقل الله سبحانه وتعالى ليه بقى يا سيدي؟ أنت ما عندكش أي شهود عندكش أي دليل الدليل بس أن أحد أقاربها اللي هو ممكن يكون أحد أقاربها ده ده راجل مغرب راجل كان واجب عليه الستر فهو قاعد يتكلم في عرض امرأة وإيش دراني أنه أنت ما ممكن يكون الشك عندك زيادة أنت ليه بتتكلم كده أه لأن حضرت النبي اللي أمرنا بده أنت لا عندك شهود ولا عندك شيء تحتمد عليه ولا عندك أي حاجة عندك بس واحد وإنت لما قلت لها أنكرت هقولك حاجة بيحصل كتير عندنا في الإرشاد الزواج أنت دلوقتي بتسألني أنت ما قلت ليش أن هي عملت حاجة ولا أنك أنت شفتها عملت حاجة فلزاك أنت بتسألني ده واحد بيدعي على زوجتي أو الناس بيدعوا على زوجتي أن هي ولا عازوا بالله كان لها علاقة بحد وكمان أنت بتقول إيه أن هي كان فيه خلوة بينها وبين حد حتى ما حدش قالك أن كان فيه علاقة آثمة بينها وبين حد ده ممكن تكون الخلوة دي حصلت لأي سبب من الأسباب وما حصلش فيها أي شيء محرم هل معنى كده أن احنا بيقول إن الخلوة بالأجانب حرام ما حصلش كده عشان بس ما تفق احنا دلوقتي بنتكلم على اتهام الناس في أعراضهم احنا لسا متكلمين عن حديث رسول الله سلم كل المسلم على المسلم حرام وحاضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقف يقف في يوم عرفة نقول إن دماءكم وأموالكم وعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في أخوانا أربعوا على أنفسكم يا سيدي لأ تعمل إيه تتق الله سبحانه وتعالى وما تسمعش كلام الناس المغرضين ده والراجل اللي جاي يتكلم عن مراتك امنعه وما يكونش لك صلة بي خالص يعني يا مولانا وأنا مجايزة أكون يعني أنت حابب إن أنا أعيش كده هم بيقولوا لفظة أعيش مغفل فين مغفل إحنا ما عندناش أي حاجة تدل على أي شيء وأنا باستحلفك بالله أنت رجعت نفسك وبصيت في نفسك على أنت من أهل الشك الزائد ولا لا اللي ممكن يصل إلى حد الوسواس وممكن يكون التغير اللي حصل لك دي لإن أنت قلت حاجة مهمة ما أقدرش أغفالها أن أنت قلت إن أنت جوستها كأنك جوستها إيه بترشيح من الأهل كأنك بتقول إن أنا جوستها من غير حب فاحتمال كبير كمان يكون أنت شفت إن أنت لا أنا كنت ممكن أتجاوز وممكن كان يبقى عندي فرصة أفضل من كده لو إن أنا اتجاوزت حد أنا ميال إليه وقد تكون أنت ميال لحد السيدي أخرج من كل ده أخرج من كل هذا الضجيج أنت متزوج امرأة شريفة ليس عندك دليل واحد على أنها كانت فعلت شيئا خطأ الأمر الثاني طيب هسألك سؤال هل أنت جايب تتكلم على حد عمل الكلام ده وتوازوك وعمل الكلام ده تقابل الزواج والأمر الثاني عملت إيه أنت بتقول لي فقط حصل خلوة أنت مين أدراك أن حصل الخلوة دي أنت بتقول لي حصل خلوة فإذا كان هو حصل خلوة فبتكمل أنت من عندك تم ده سوء ظن في الناس وأنت بتوري نفسك ما لم ترى وأنت بتقول لي أن هي أنكرت فين بقى فلذلك أنا شايف أن أنت تتقل لي سبحانه وتعالى وما يبقاش كده بس نصحتي بقى مدل أنت وصلت للنقطة دي أنت محتاج أن أنت تقعد أنت وزوجتك وتتكلمه بوضوح أنا آسف يعني في مشكلة بينك وبين زوجتك إيه بقى المشكلة اللي بينك وبين زوجتك واضح أن الحياة بينكم جفة واضح أن أنت حاسس أن أنت ما تحبهاش وهي بتبدلك نفس الشعور وعلى أقل هتبدلك نفس الشعور بعد ما أنت شكت فيها كده أنت مش شكت فيها أنت اتهمتها لأن الشك دات لو هي لسه معاك أنت اتهمتها أن هي عملت حاجة حرام اقتزنت أو اقتربت من الزنا أنا مش عارف أنت شكت وقلت لها إيه ونزلك أنا شايف لو أنت عايز تعمل حاجة أنا شايف أن فيه أربع حاجات لازم تعملها أول حاجة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى تاني حاجة تجلس مع زوجتك وتتكلمه على إيه اللي مخليكم في حالة رضية في العلاقة الزوجية تالت حاجة ممنوع عليك أن أنت تتبع وتتكلم في هذا الموضوع الموضوع ده خلاص انتهى رابع حاجة أنت عليك أن أنت تظهر لزوجتك أن أنت قطعت الراجل اللي هو